بعد تنصبه رئاسياً لولاية ثانية ما زال الرئيس الإيراني حسن روحاني يطلق الوعودة نفسها لتحسين الأوضاع المعاشية للشعب الإيراني يأتي ذلك فيما يعاني الإيرانيون من أوضاع اقتصادية صعبة إضافة إلى استمرار النهج السلطوي لنظام ولاية الفقه النتابة على الرغم من فوزه قبل شهرين برئاسة ثانية في الانتخابات الإيرانية الماضية فإن الإصلاح حسن روحاني والذي قام المرشد المحافظ خامنئي الذي يمتلك جميع الصلاحيات في نظام الولي الفقه بتنصيبه رسمياً كرئيس للبلاد والذي انتقد روحاني بشدة قبل وخلال الانتخابات واتهم حكومته بالتقصير وعدم الشفافية وإهدار المال العام وعدم إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية مما دفع بالأخير إلى رد الاتهامات باتهام أكبر إلى تيار المرشد بتسلطه على مجمل مناح السياسة والاقتصاد ومراكز القرار والمؤسسات التنفيذية في إيران ناهيك عن المؤسسة العسكرية سواء الحرس الثوري أو الباسيج أو حتى الأمن والشرطة وفي ظل الخلاف والاختلاف العميقين ما بين الجبهتين فإن التحديات أمام حكومة روحاني تبقى كبيرة سيما وأنه ملتزم بوعود انتخابية كثيرة قطعها أمام ناخبيه خلال دورتين انتخابيتين لم ينجز منها شيئا يذكر في الوقت الذي يستمر الاقتصاد الإيراني في التراجع عن مستوياته يوما بعد آخر والمشاكل الاجتماعية كالفقر والبطالة وتفشي المخدرات وكثرة الإعدامات تتفاقم أيضا ويبدو بأن أقدار المواطن الإيراني في ظل نظام ولاية الفقيه تراوح مكانها ضمن مربع واحد لا مناص منه نحو الأمام وأن معاناته ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا تظل تحوم في دائرة واحدة في انتظار بصيص من الأمل علّه ينقذ هذا الشعب من هذا النظام